محمد محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلى الله عليه وسلامه عليه وجعلنا الله وإياكم ممن ينتصر له مع قائم آل بيت محمد صلى الله عليه وآله هناك سؤال دائما يطرح حول مقتل سيد الشهداء صلى الله عليه وسلامه عليه وهو يتعلق حول من هو أول من أرخ لمقتل سيد الشهداء لقد نال مقتل سيد الشهداء صلى الله عليه وسلامه عليه نال اهتماما كبيرا من علماء المسلمين بحيث أن هذا المقتل الشريف أرخه الكثير من علماء المذاهب سواء الخاصة أو العامة لما يعنيه الحسين صلى الله عليه وسلامه عليه وهو سيد شباب أهل الجنة لما يعنيه من اهتمام لقربه من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن حب يتصدر في نفوسه المسلمين فلذلك كان هذا المقتل محط اهتمام لكثير من العلماء والمؤرخين الذين كتبوا في هذا المقتل الشريف وحينما ننظر إلى المقاتل التي كتبت في سيد الشهداء نرى أن هناك مجموعة من المقاتل كانت انتهجت نهجاً نهج التطويل والإطناب وإصدار ومتابعة الجزئيات في كل ما جرى في قضية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وهذا ما استخدمه هذا الجانب ما استخدمه أبو مخنف في مقتله وأيضاً الذي أخده عنه الطبر وكذلك الآخرين الذين أطنبوا وفي خصوص بكل جزئيات هذا المقتل فالمقاتل كثيرة فهنا مقاتل المعروفة مقتل ابن شهر آشوب أيضاً مقتل ابن طاوس أيضاً مقتل الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه في كتاب المجالس أو الأمالي وأيضاً هذا من مقتل الشيخ المفيد في الإرشاد وأما بالنسبة إلى الخاص العامة فقد أطنبوا أكثر من التأليف في مقتل سيد الشهداء فهناك الدهبي الدهبي كتب أكثر من مقتل في مجموعة من كتبه على سبيل مثال تاريخ الإسلام وأيضاً في سير أعلام النبلاء وفي كتبه الأخرى سواء كان بشكل على مستوى الإطناب والتطويل أو على مستوى الإيجاز والاختصار وأيضاً المسعودي ذكر أيضاً مقتل سيد الشهداء في كتابه مروج الدهب واليعقوبي أيضاً في تاريخه والطبري إلى الكثير ممن كتبوا في مقتل سيد الشهداء فأيضاً المؤلفات البحرانية التي ذكرت كالسيد هاشم والشيخ حسين العلامة وغيرهم وغيرهم أيضاً ابن كثير ألف في كتابه البداية والنهاية حول مقتل سيد الشهداء وهناك المصادر الكثيرة التي ألفت وكتبت في هذا الجانب وفي الفترة الأخيرة في كتابنا موسوعة مقتل الإمام الحسين الذي قد ألفته قبل سنوات وهو في ستة مجلدات قد ضم هذه المجامع أو هذه المقاتل التي ذكرت في خصوص مقتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بعد كل هذه المقدمة والتعرف على من كتب سواء على سبيل الاختصار أو على سبيل الإطناب حول سيد الشهداء يأتي هذا السؤال من هو أول من أرخ على سبيل التأليف وإدراج ذلك في كتاب حول مقتل سيد الشهداء قبل الجواب عن هذا السؤال لا شك على أن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم ذكروا مقتل الحسين سلام الله عليه والمقتل المعروف عن الإمام الصادق سلام الله عليه وهو الذي ذكره الشيخ الصدوق في كتابه المجالس هي رواية رواية معاوية بن عمار عن حينما سأل الإمام الصادق سلام الله عليه فقال له يا ابن رسول الله صف لي مقتل الحسين كأني أراه فتكلم الإمام وقد ذكر الرواية بأكملها مع المقتل بشكل موجز على لسان الإمام الصادق ناهيك عن الشذرات هنا وهناك من الأئمة سلام الله عليهم حول قضية معينة حول قضية مثلا حرق الخيام أو رضي بعض القتل بعض الأطفال وما شابه ذلك لكن كلامنا هنا هو ما يتعلق بتأليف كتاب يضم مقتل الحسين سلام الله عليه بين دفته من أول من كتب إلا هو بعد مقتل الحسين من أول من كتب مقتل سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم في الجواب نقول أن أول من كتب وقرخ لسيد الشهداء هو التابعي أو الصحابي الجليل الأصبغ ابن نباتة وهو كان رئيس شرطة الخميس في الكوفة في أيام خلافة أمير المؤمنين بحيث أن الأصبغ ابن نباتة كان من من كان حيا في أيام قتل الحسين سلام الله عليه يعني أيام كربلاء الأصبغ ابن نباتة قد عمر فوق الماء بحيث شهد يعني لم يشهد كربلاء ولم يحضر كربلاء هو وإنما يعني بعد ذلك وإنما كان في نفس الفترة وفي نفس الزمان الذي قتل فيه الحسين كان موجودا فعلى ألسن الرواة ألف الأصبغ ابن نباتة مقتل الحسين صلى الله عليه و سلامه عليه إلا أن هذا المقتل لم يصلنا بأكمله وإنما وصل منه أجزاء وقد ذكر بعض أجزاء هذا المقتل ذكره السيد محسن الأمين رحمة الله عليه في المجالس السنية وقد ذكرناه نحن أيضا في كتابنا موسوعة مقتل الإمام الحسين فإذا أول من أرخ هو الأصبغ ابن نباتة ومن ثم تتابعت جاء من بعده أبو مخنف لوط بن يحيى وبعد ذلك أصبح أبو مخنف هو المصدر المصدر الأساس لماذا؟ لأن كتاب الأصبغ قريبا الشبه مفقود لم يصل لنا أو لم يصل لنا إلا القليل منه لأنه الآن يعتمد المصدر الثاني تقريبا هو مقتل أبو مخنف وبعد ذلك تتابعت في القرون في القرن الثالث في القرن الرابع في القرن الخامس إلى إلى زماننا هذا تتابعت مصدرية ومتابعة التأليف في قضية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القرن الثالث